طبعا مساكم الله بخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة لبر اف اي برامز لبر بسعر صفر فاصلة صفرين ساعة عشر خمسة اثنين بوط العملة بنسبة اثناشر بالمية ماركت كاب ستة وخمسين مليون ستة وخمسين ايوة ستة خمسين مليون اه برانك خمسمية وتسعة بوليوم يومي بنقول امي وستة وثمانين مليون اه تفعل بوليوم بنسبة واحد وستين بالمية طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبابك هذي قناتنا في التليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعدنا مسابقات وجوائز نعم ايضا بالاضافة عدنا خدمة دارة الاحساب اللي نتميز فيها ندير حسابك من خلالك هاي صفقة واحد من الشباب في الاسبوت ما شاء الله حقق تقريبا خمسة عشر الف دولار من خلال هذي الصفقة وعدنا شخص اخر حقق اربعة الاف دولار من خلال صفقة واحدة شخص اخر خمسة الاف ستمية دولار من خلال صفقة واحدة في خدمة ادارة الحساب اللي نتميز فيها طبعا هذي او هذا عملتنا عملة فلوني شوف مبدئيا عملة صراحة يعني لما نيشوف القيمة السوقية ونشوف سعر العملة ونشوف الكمية نشوف حلوة الاستثمار وبحكم ان الماركت كوب وايد صغير وسعرها جيد والكمية تقريبا بنقول خمسة ثلاثين مليار يعني بعد جيد نوعا ما حلوة الاستثمار لكن الاحلى انا بالنسبة لي احلى واحلى تكون حق البمبو الدم كيف يعني انا شوف العملة صراحة هذي بس شغالة بمبو دم بمبو دم بمبو دم انا هذي لسا شوفها ما شوف العملة الا اذا يعني انا بالنسبة لي الواحد حتى ما يدخل الحين مش اوكي للدخول تدخل بناء يعني انا بقول لكم مين يعني بالنسبة لي حاليا الدخول فيها جدا رسك العملة هذي بس شغالة على تصعد تعطيك بمب وترد تهبط بمب وترجع تهبط يعني شوفوا كيف تمشي بمب ترد تمشي بشكل عاضي بمب تمشي بشكل عاضي بمب تمشي بشكل عاضي بمب تمشي بشكل عاضي بمب ودمب هاي عملة اللي يلعبون فيها الحيتان يصير تجميع 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 من الحيتان والمستثمرين مرة واحد يصير بمب يدخل الحوت كبير خبر يجابي شيء شذيه انفجرت بعدين الحوت هذا يبيع شوفوا كيف يغرق العملة ويرجع يشتري يجمع بشكل صغير وبعدين نفس الكلام كل مرة تيتي تيتي المهم فالموضوع ينعاد ويتكرر كل مرة فما حد يأكلها الا المساكين الشباب المستثمرين اللي يدخل ويشوف العملة تصعد يقول بدخل المشكلة هو ما يعرف العملة ما شاف الهستوري ما شاف كيف حركتها اساسا لو هو شاف حركتها ولا سمع حد نصحها فيها لكان ما أدخل لانه سمع ان العملة هاي بمب ودم حلوين حلوين انا بالنسبة لي العملة هذي بتكون جيدة للدخول تقريبا تقريبا من سعر صفر فاصلة صفرين ستعاش ثمانية تقريبا ولغاية بيكون صفر فاصلة صفرين ثلاثتاش اتوقع اني ممكن العملة هالمرة ما تنزل ويت حكم ان السوق في تصاعد يعني انا اشوف شذيه يعني حاليا الدخول في انا بالنسبة لي لا جدا رسك ننتظر هبوط تصحيح يعني ندخل مثل ما قلت على صفر فاصلة صفرين ستبات عشر بنقول يعني عشان يكون افضل نزيل لغاية اللي هو صفر فاصلة صفرين ثلاثتاش يعني انا بالنسبة لي هذا كل يعتبر جيد للدخول عملة حاليا انا اشوفها كوضع حالي ما تنفع للاستثمار تنفع حق المضاربة دمب وبمب الا اذا شفنا اخترقت لترند هذا وغلقت على لا وعطتني عادة اختبار لا اللي انا اقول العملة بتروح وايد بعيد لان بتكون الفكرة تغيرت اساسا لو صار اللي انا قلت بتتغير يعني حتى توقع اذا العملة حين سعرها اعلى قمة صعدت لها صور فاصلة صفرين خمسة انا بالنسبة لي هاي تروح لقرابة السنت عادي بحكم ان سعرها جدا جدا او القيمة السوقية او بشكل عام الكمية سعر العملة كل مثالي ومركب يعني تركيب حاليا بنحط صفقة بس بتكون هني على الصفر فاصلة صفرين 17 تقريبا وبيكون الهدف لترند حتى بنحطي 100% عشان العادي يعني كصفقاتنا هدف 100% ونسكر شذي بيكون بس مثل ما اتفقنا انه لو تبه تدخل فوق بعد يعدت الاختبار هاي بيكون شبه مضمون يعني انه مم مضمون ما في شي مضمون شبه عقار الرزق يعني طبعا مش نصيحة استثمارية واللي حاب يدخل مثلا العملات الرزق يدخل برقام صغيرة الا اذا شفتها نزلت في قاعة تدخل عشان موضوع البمبو الدم مثل ماندل جد شذي انكم خلصنا يعطيكم العافية ومفجي الخير